الملف الأهم ربما في هذه القمة وقمة الناتو الخامسة والسبعين الملف الأهم اليوم هو الحرب في أوكرانيا أو العمليات العسكرية الروسية غيث مناف مرسل قهرة الإخبارية من كييف يضعنا في تفاصيل الموقف الأوكراني أهلا بك غيث معنا إذن أوكرانيا وفق الأمين العامل حلف الناتو ستتلقى أربعين مليون يورو مقددا للدعم العسكري وربما معظم الكلمة كانت حول الدعم لأوكرانيا كيف يتلقى الشارع الأوكراني تلك القمة خصوصا وأن أسلحة جديدة ستضاف إلى أوكرانيا دفاع قوي طائرات جديدة ستدخل بعد التحية رعد بالفعل سوف تغير نوعا ما عمليات الدفاع الجوي التي لا طالما ما حلم بها الجانب الأوكراني ولا سيما بعد الاستهدافات الأخيرة الذي شنها الجيش الروسي على العاصمة الأوكرانية كيف أيضا على بدينة كريفيري والتي أثبتت بأن الدفاعات الجوية وما يأتي من قبل الغرب هي تبقى متهالكة تبقى قليلة الصواريخ لا تتمكن القوات الأوكرانية من الدفاع عن سماء الأراضي الأوكرانية مع هجوم روسي واسع النطاق ولا سيما بأن القوات الروسية أيضا غيرت نوعا ما تكتيكاتها في عمليات استهداف للأراضي الأوكرانية ربما قابت باستخدام نوعا جديدا من الصواريخ ومعظم تلك الصواريخ لا تتمكن القوات الأوكرانية من التصدي لها وهي صواريخ زارغون وبالإضافة إلى مجموعة كبيرة ووابل كبير من صواريخ 101 أو خام 101 555 والتي دائما ما تقوم باستهداف معظم الأراضي الأوكرانية عندما تم إطلاقها من مقاتلات تيو 95 الروسية من داخل الأراضي الروسية بالإضافة إلى ذلك الجانب الأوكراني ما زال يعلي سقف الطموح الداخل الأوكراني وأيضا من قبل رئيسهم فلاديمير زليانسكي حيث يشيد الرئيس الأوكراني بجهود الجبارة التي يقوم به حلفائه بالإضافة إلى ذلك هو يطالب المزيد وبل المزيد من الأسلحاته وأيضا مضادات الدفاع الجوي بالإضافة إلى طائرات F-16 بعد أن تلقى الرئيس الأوكراني بالفعل في واشنطن بأن سوف تصل إلى الأراضي الأوكرانية ستة مقاتلات حتى هذه اللحظة وهي الدفع الأولى التي سوف تصل إلى أوكرانيا طالب بما لا يقل عن 129 مقاتلة لكي تتمكن الدفاعات الجوية الأوكرانية والطيران الأوكراني الذي سوف يستلمه أيضا من التصدي لتلك الهجبات الروسية لا سيما بأن الرئيس الأوكراني قال بأن القوات الجوية الروسية تطلق ما لا يقل عن 300 طائرة باليوم أو الطلعة اليومية لها هي 300 طائرة وأن العداد القليل من طائرات F-16 لن تغني أوكرانيا في الدفاع عن الأراضي الأوكرانية بالإضافة إلى ذلك هو أشار بعدم الانتظار حتى نوفمبر أي أنه يحذر من صعودي دونالد ترامب ولسيما بأن الجانب الأوكراني هو قلق للغاية في حال فوز دونالد ترامب في الخلافة الرئاسة في الولايات المتحدة الأمريكية لأنه يعلم جيدا بأن دونالد ترامب الأيام بعد التهديدات الروسية والتهديدات الأوروبية حماكم الله غيث على كل حالة إنما تكونوا شكرا جزيلا لك غيث مناف من رسل القرارة الإخبارية من كيف على هذه التفاصيل من العاصمة الأوكرانية